وفيما يخص تطورات عمليات الرقة قتلت قوات سوريا الديمقراطية اليوم 36 فردا من تنظيم داعش الإرهابي ودمرت ثلاث عربات عسكرية إحداها مفخخة وذلك خلال الشبكات عنيفة اندلع جنوبية الرقة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في حي هشام بن عبد الملك التفاصيل في سياق هذا التقرير مقتلوا 36 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي وتدمير ثلاث عربات عسكرية إحداها مفخخة وذلك خلال اشتباكات عنيفة في محيط المدينة القديمة بالرقة بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر التنظيم في أحياء مدينة الرقة شمال شرق سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن قوات عملية غضب الفرات تمكنت من تحقيق تقدم كبير واستعادت السيطرة على حي الصناعة الذي تم احتلاله من قبل تنظيم داعش الإرهابي بهجوم معاكس في يوم 20 من حزيران يونيو المصري كما استطعت قوات عملية غضب الفرات بعد كسرها خطوط الدفاع الأولى بدعم من قصف التحالف الدولي والقوات الخاصة الأمريكية تحقيق تقدم داخل مدينة الرقة القديمة بعمق 200 متر على طول خط الاشتباك المقابل لحي الصناعة ووصولا إلى باب بغداد إضافة إلى السيطرة على قرية رطلة فيما أسفرت الاشتباكات التي ترافقت مع قصف مكثف على القرية وضربات لطائرة التحالف عن مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش في حين تمكن عشرات المواطنين من النزوح من مناطق وجودهم داخل مدينة الرقة نحو مناطق سيطرة قوات عملية غضب الفرات هذا التقدم والتواغل داخل مدينة الرقة والأحياء القديمة فيها جاء بالتزامن مع هجوم معاكس وعنيف لتنظيم داعش الإرهابي على منطقة سوق الهال الواقع في الناحية الشرقية من حي هشام بن عبد الملك كما دارت اشتباكات عنيفة أخرى في حي البريد من جهة الرومانية في القسم القربي من مدينة الرقة حيث يعتمد تنظيم داعش لتنفيذ هجمات معاكسة لتحقيق تقدم واستعادة السيطرة على مناطق ومواقع خسرها في الساعات الثمانية والأربعين الماضية خصوصا في منطقة رطل